فوز الزمالك النهاردة 1-0 وتأهله لدور التمانية ده النهاردة يمكن العنوان اللي احنا بنتكلم فيه والمباراة اللي هنحللها مع كابتلنا كابتل ريد عبدالعال لكن خاني اقولكو الفوز جي عن طريق ضربة جزاء لأحمد سيد زيزو وضربة جزاء صحيحة تلامس في قرة لمست ايد مدفع الاسماعيلي والقرة تعادل من كذا اتجاه ودي حاجة نتمنى انها تحصل عشان ما يبقاش في قيلة وقال ارجو من المخرجين وارجو من المسؤولين عن زاعة المباراة يبقوا اخدين بالهم من النقطة دي بشكل كبير جدا عشان فعلا الكرة ممكن تكون ضربة جزاء وممكن مش ضربة جزاء ولكن المخرج للأسف الشديد هل هو جزء فني هل جزء كاميرات هل هو جزء ايه ايه اللي في الدماغ وبالتالي ما بتتعادش بالشكل المناسب عشان فيه فرق بتزلم وفيه فرق يعني ممكن تكون فعلا هي ضربة جزاء والحكم ما يحسبهاش وبالتالي الفرق دي برضو بتتظلم يعني فيه فرق بتتظلم منها تحسب عليهم وهي مش ضربة جزاء وفيه فرق بتتظلم وهي مفروض بتحت حسب لها ضربة الجزاء وبالتالي النهاردة الكرة بتاعة الزمالك والهدف اللي تم احرازه من ضربة جزاء صحيحة تمت طبعا التلامس في يد المدافع الاسماعيلي وبالتالي النهاردة الشكل الفني للقاء جميل برغم فوز ناس الزمالك لكن الاسماعيلي يعني بعد الضغوط اللي اتشادت من عليه في الدور الممتاز وضمان بقاءه في الدور الممتاز بالشكل اللي احنا شفناه شفنا النهاردة مباراة قمة فعلا ما بين الزمالك والاسماعيلي يعني بتعود بقى زهنة لسنين مضت في المنافسة القوية والشكل الفني الرائع ما بين الفريتين دائما وحتى الاهلي والاسماعيلي برضو بتبقى بنفس الشكل وبالتالي الاسماعيلي بيعود مرة اخرى الى رونقه يعني شيئا فشيئا الحقيقة انا مبسوط من الشكل الفني الاسماعيلي مبسوط برضو خلي بالكم الزمالك يعني زي ما بنقول ايه بيلعب برضو وهو عنده صخة كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت في نفسه اللعبة واثقة بنفسها وانها عندها قدرات عالية وتقدر تفوز وبالتالي يعني برضو انا حاسس ان العيب تنزل مالك في بعض اللعبين كده عندهم ثقة زيادة وده ممكن اثر عليهم في بعض احيان في المباراة وخلى الاسماعيلي برضو من خلال الروح المعنوية العالية والامور الفنية اللي ارتفعت في الفترة اللي فاتت تبان اكتر في هذا اللقاء وبالتالي يعني الفريتين على قد ما قدروا وكل واحد من اللعبين سواء هنا او هنا اشتغل واقتهد وشوفنا كمية الجار اللي كانت موجودة والشوت الاولاني بالذات كنا شايفين هجمة هنا وهجمة هنا برضو فرص ضائعة من نادي الاسماعيلي بيتقالق حمدى المستوسي بيطلع كرة من جول الجول وبالتالي طبعا بينقذ نادي الزمالك برضو من هدف التعادل كرة في العرضة الاسماعيلي وحجمات وتزديدات نادي الزمالك برضو تزديدات وحجمات وكان في الاخر اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو كنا نتمنى يتبقى مباراة جيدة وحصل الحمد لله انها مباراة طليق باسم الفريقين كسب نادي الزمالك واتأهل ليه الدور القادم دور التمانية وبالتالي ماتش حلو اعتقد جميع النادي الاسماعيلي برضو انا هرجع على الاسماعيلي تاني لان كان في موقف وشكل ما كانش حلو في الفترة اللي فاتت ومجرد لما التقلي نزل مع الاكتافهم تقلي يعني زي ما نقول كده تقلي ان انت خايف تنزل خايف يبقى شكلك المسم ده ممكن الامور تتصعب عليك اول ما مباراة للاتحاد انتهت والفوز والتلات نقاط وتأهل وجود نادي اسماعيلي في مركز خلاص يعني يعتبر خلاص ان امور انتهت بالنسبة له ان هو باقف الدور الممتاز والنقطة ستة وتلاتين شفنا نادي الاسماعيلي النهاردة امام نادي الزمالك بشكل مختلف وان كان زي ما احنا دايما بنتكلم مباراة الزمالك والاسماعيلي والاهلي والاسماعيلي بيبقى لها طابع مختلف وطعم مختلف واداء مختلف وتركيز مختلف الليعابين سواء هنا او هنا مبدوك نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك بهذا الفوز بتأهل للدور ربع النهائي هلعب النادي المصر انتحددش طبعا معاد اللقاء المقلون العرب هيلعب الأهلي بعد التأهل الأهلي على حساب المقصة بالأمس البنك الأهلي وبيرامدس دول المباريات المتبقية في دور التمانية طبعا سموحة تأهل على حساب منتخب السويس وكان أول المتاهلين بعد الفوز 2-0 على منتخب السويس بنبالك طبعا لكل الفرق اللي وصلت للدور ربع النهائي